أعلن النائب ورئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار قيام المجلس الصحي المصري باعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي لسكاني والصحة والتنمية البشرية ووضح عبدالغفار أنه يمكن لجميع أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر